المسجد الأقصى مهدد بالتهويد منذ احتلال مدينة القدس من قبل الصهينة الذين بدأوا في تحويل المعالم الإسلامية ورسم طابع يهودي ابتداء من السيطرة على أبواب المسجد إلى إقامة حفريات أسفل الأقصى ومحاولة إقامة الهيكل المزعوم يتكون المسجد الأقصى من عدة أبنية ويحتوي على عدة معالم يصل عددها إلى 200 معلم منها قباب وأروقة ومحاريب ومنابر ومآذن وأبار تشمل كل من قبة الصخرة المشرفة والجامع القبلي ذي القبة الرصاصية السوداء وتبلغ مساحة المسجد الأقصى حوالي 14 كم ونصف مربع ويحتل نحو سدس مساحة البلدة القديمة وشكله مضلع أو شبه مستطيل غير منتظم طول ضلعه الغربي قرابة 500 متر والشرقي أكثر من 460 متر في حين يبلغ الشمالي 300 متر أما الجنوبي فيبلغ 280 متر للمسجد الأقصى المبارك 15 بابا منها عشرة أبواب مفتوحة وخمسة مغلقة الأبواب المفتوحة هي باب الأصباط وباب حطة وباب العتم وتقع هذه الأبواب الثلاثة على السور الشمالي للمسجد الأقصى وباب المغاربة وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة وتقع جميعها في السور الغربي أما الأبواب المغلقة فهي الباب الثلاثي والباب المزدوج والباب المفرد وباب الرحمة وباب الجنائز وتقع هذه البوابات في السور الجنوبي والسور الشرقي للأقصى غير أن الباب المفرد لا توجد له في الوقت الحاضر آثار واضحة في سور المسجد الأقصى المبارك ويضم الحرم القدسي الشريف سبعة أروقة هي الرواق الأوسط وثلاثة من جهة الشرق وثلاثة في الغرب وترتفع فوق ثلاثة وخمسين عمودا من الرخام وتسعة وأربعين سارية من الحجارة وفي صدر المسجد قبة واحدة وظل على مدى قرون طويلة مركزا لتدريس العلوم ومعارف الحضارة الإسلامية ويوجد في ساحة الأقصى الشريف خمسة وعشرون بئرا للمياه العذبة ثمانية منها في صحن الصخرة وسبعة عشر في فناء الأقصى كما توجد فيه بركة للوضوء وأسبلة ماء منها سبيل البديري وسبيل قاسم باشا وللأقصى المبارك أربع مآذن والعديد من القباب والأماكن التي كانت مخصصة لأهل العلم والغرباء ومن أشهر القباب قبة السلسلة وقبة المعراج وقبة النبي أما بالنسبة للأروقة فأهمها الرواق المحاذي لباب شرف الأنبياء والرواق الممتد من باب السلسلة إلى باب المغاربة كما يوجد فيه مزولتان شمسيتان لمعرفة الوقت يعد المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ويقع داخل الحرم القدسي الشريف موروث ديني وثقافي للمسلمين في كافة بقاع الأرض وله في نفوسهم قدسية خاصة